موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولسا مكملين معاكم والجزء الثالث والأخير من الأهل الليلة ودائما زي ما حضراتكم متعودين بيبقى فقرة الكرة العالمية البوكسنج داي النهاردة مباريات كتيرة جدا في الدورية الإنجليزية ومفاجآت مفاجآت سارة ومفاجآت غير سارة مفاجآت السارة بالنسبة لنا كمصريين هو فوز ليفر بول بأربع أهداف محمد صلاح لعبنا المصري بينجح في إحراز هدف من صناعته عن طريق ركل الجزاء وأيضا صناعة الهدف الرابع لفري ليفر بول علشان يأكد صدارة الدوري الإنجليزي لكن الخبر الغير صار بالنسبة لنا كمصريين هو إحراز أبم يانج هدف في مباراة أرسنل اللي شغالة حاليا ونتابع حضراتكم لحظة بلحظة بالنتائج وبالتالي إحراز أبم يانج الهدف بيبقي رسميا أبم يانج على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكن هدف مع حضراتكم من البوكسنج داي ويعني إيه بوكسنج داي وليه سموه بوكسنج داي يوم 26 ديسمبر من كل سنة في إنجلترا ده اليوم اللي بعد الكريسمس على طول بعد احتفالات الكريسمس وبعد احتفالات عياد الميلاد المجيدة في إنجلترا كان أهل إنجلترا أو المسيحيين بيتوجهوا إلى الكنائس علشان يتبرعوا في الصناديق للفقراء وبالتالي من هنا جات فكرة البوكسنج داي إن يوم البوكسنج داي بيكون في لقاءات في الدوري الإنجليزي من شروط البوكسنج داي في ربط المحترفين الإنجليزية اللي بتنظم بطولة الدوري الإنجليزي أولا إن ممنوع إقامة أي دربيات ليه؟ علشان ما يكونش فيه عصبية ولا يكون فيه أي نوع من أنواع الشد العصبي في أيام المفروض إن الشعب الإنجليزي مبسوط بيتبسط بمباريات كرة القدم واللقاءات اللي بتتلعب الشرط التاني إن المباريات تكون المسافة ما بين البلدين أو ما بين المدنتين تكون قريبة علشان الجمهور لما يروح يتفرج جمهور الفريق المنافس لما يروح يتابع المباراة من أرض الملعب تكون المسافة قريبة وبالتالي يقدر إنه هو مش بس يحتفل بأعياد الكريسماس لا ده كمان يكون موجود في المباراة وتكون المسافة اللي موجودة ما بينه في البلد اللي بيقيم فيها والبلد أو المدينة اللي بيقام فيها المباراة تكون مسافة قصيرة علشان يقدر ويروح ويتبسط في يوم حافل جدا سواء بأعياد الكريسماس أو بلقاءات البوكسنج دي بوكسنج دي كان في مباراة ليفر فول انتهت 4-0 أمام نيو كاسل أمام رافايل بنيتز الخبر الصار لنا كمصريين أيضا هو خسارة منشستر سيتي منشستر سيتي بيخسر من لستر سيتي 2-1 وبالتالي فارق النقاط بيوسع لسبع نقاط سبع نقاط يعني فريق ليفر بول الضغط عليه بيقل يعني التركيز بيزيد وبالتالي ان شاء الله زي ما قلت قبل كده ان ليفر بول محتاج انه يوصل لشهر فبراير والشهر اللي هيقام فيه دوري الأبطال انه يوصل لأبعد مدى من فارق النقاط ما بينه وما بين نادي منشستر سيتي السيتي تصريح خطير جدا من رافايل بنيتز في المباراة الأخيرة أمام لما كان السيتي كان بيلعب في المباراة الأخيرة واللي خسر فيها أربعة ثلاثة رافايل بنيتز بيسألوا رأيك في بيب جوارديولا قال بيب جوارديولا هو مدير فني صناعته السوشيال ميديا أو عظمت فيه السوشيال ميديا قال مدير فني كل ما بيكون موجود في فريق بيتوفر له كل الإمكانيات اللي بيطلبها موجود في برشلونة كان معاه أفضل لعيبة في برشلونة في الوقت الحالي في العالم راح بورني ميونخ يتوفر له كل الإمكانيات راح منشستر سيتي أيضا بيتوفر له كل الإمكانيات وبالتالي أي مدير فني مع اللعيبة اللي موجودة مع بيب جوارديولا في أي فريق بيكون موجود فيه بيعرف أن هو يحطم الأرقام ويحقق البطولات لكن ده كان رأي رفايل بنيتز المدير الفني الحالي لنيو كاسل لكن النهاردة بالفعل الكلام ده بيكون لي عامل سلبي على فريق منشستر سيتي وبيخسر أمام لستر لستر المدير الفني الحالي ليه كان عنده فرصة أخيرة في لقائين أمام تشيلسي اللقاء الماضي على ستانفورد بريتش ملعب تشيلسي وعلى ملعبه أمام منشستر سيتي ودول كانوا آخر فرصتين بالنسبة للمدير الفني علشان يبقى فيه منصف فالقدر يلعب دوره وينجح مدير الفني لسه سيتي أنه يفوز على تشيلسي في ستانفورد بريتش اتنين واحد وأيضا يفوز على منشستر سيتي اتنين واحد ويحصل على ست نقاط غليم جدا 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 في نهاية الدور الأول لبطولة الدوري الإنجليزي ده بالنسبة للبوكسنج دي وأبرز اللقاءات وأبرز الأخبار قبل منذ واحد للأخبار هقول لحضراتكم بعض النتائج اللي تلعبت النهاردة في بطولة الدوري الإنجليزي ونتابع مع بعض إيه اللي بيحصل في البطولة فولهم بيتعادل واحد واحد مع ويلفر هامتون وأفرتم بيعود خسارة أمام توتن هام في المباراة الأخيرة بستة اتنين بيفوز خارج ملعبه على بيرنلي بخمس هدف مقابل هدف كريستل بالس وكاردف بيتعادلوا 0-0 وليفر بول ونيو كاسل أربع صف أحرز أهدف فريق ليفر بول الهدف الأول لوفرن في الديئة 11 بعدها محمد صلاح في بداية الشوت الثاني من ركل الجزاء هو اللي صنعها وهو اللي كان متسبب فيها في الديئة 79 شاكيري بيحرز الهدف الثالث وديئة 85 من أسست من محمد صلاح ليفابينيو بيانجح في إحراز الهدف الرابع وبالتالي ليفر بول بينجح في الفوز بأربع أهداف مقابل الشيء لسر سيتي بيفوز على منشستر سيتي 2-1 لسر بعد ما كان متأخر بهدف قدر أنه يتعادل ويتقدم بهدف علشان يحصد ثلاث نقاط مهمين جدا جدا أما توتن هام اللي محدش عارف يوقفه ولا حد عارف يوقف القطار الخاص بنادي توتن هام بعد ما المباراة الأخيرة بيفوز على أفرتون 6-2 بيفوز النهاردة على بوينموس 5-0 لكن الجيد أن الحمد لله هادكين أحرز هدف أحيد علشان يتساوى مع نجمينة المصري محمد صلاح بـ 12 هدف لكل لعب لكن أوبينيانج عنده هدف زيادة وبالتالي أوبينيانج عنده 13 هدف أما منشستر ينايتد هو اللغز الكبير جدا 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 في الدولة الإنجليزية بنفس اللعيبة بنفس الأداء بنفس كل حاجة موجودة بنفس إدارة النادي بنفس اللعيبة اللي كانت مصابة أو اللعيبة اللي مش بتشارك ورجعت تلعب بيفوز على ملعبه أمام فريق هاردس فيل تاون بتلات هدف مقابل هدف لكن الغريب أن بول بوكبا بيحرز هدفيه في صورة معانا كريكاتير كان يعني متعامل بعد المباراة بيشرح يوم البوكسنج دي وتأثير النتائج على كل مدير فني من ضمن الصور أو من ضمن الشخصيات زي ما حضرتكم شايفين الصورة أو الشخص اللي على اليمين ده باب جوارديولا مش محتاج أكيد توضيح اتنين واحد بيخسر بيتعثر يعني زي ما حضرتكم شايفين بينزف النزيف هنا نزيف دم لكن فعلا هو نزيف نقاط أما سوليسكاير بيفوز تلاتة واحد فرحان جدا في تاني مباراة لييفوز على التواني في قيادة فريق منشستر يونيتد أيضا يوجن تلاب الأول بالفرق سبع نقاط أربع أهداف مقابل للشيء طبعا وبوكتينيوم مدرب فريق طاطنهام بيفوز خمس أهداف مقابل للشيء في الخلفية هلاقي بوكتبا ومورينيو مورينيو ماسج كرسي وبيحاول أنه هو يخبط بيه بوكتبا إيه السبب؟ أن مورينيو أولا كان بيستبعد بوكتبا في معظم المباريات أو مش بيبدأ بأساسي أو بيتكلم عليه في وسائل الإعلام بطريقة غير لائقة النهاردة بول بوكتبا بيشارك بيشارك في المباراة الأولى اللي فاس فيها منشستر خمسة أو أيضا بيشارك في المباراة اليوم وبيحرز هدفين وهنا الهدفين دولهم رسالة واضحة جدا 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 لجوزي مورينيو وبيوصلوا له لعبة منشستر هي رسالة واضحة أن المدير الفني الشاطر اللي يعرف يتعامل نفسيا مع اللعيبة قبل فنيا داخل غرف خلع الملابس لكن دوري الإنجليزي مثير جدا بنتكلم في نتائج بيكون مفاجآت ومن ضمن المفاجأة اللي أنا أو كلام سوليسكاير أن لما مورينيو كان موجود عليكسل سانشاز مورينيو أعلن أنه مش هيكون موجود لنهاية الموسم بسبب بعض الالتهابات اللي موجودة في أوطار الرقبة لكن الغريب أن النهاردة سوليسكاير بيعلن أن سانشاز عاد إلى التدريبات لكن مش هيوعد جمهور منشستر أنه هيكون موجود المباراة الي جاي لكن أكيد يكون موجود في المباراة اللي بعدها وهنا السؤال هل اللعيبة كانت بتتعمد أنها تهرب من جوزي مورينيو اللي فعلا كان محطم كل شيء داخل منشستر يونيتد منشستر آخر فوز حققه بخمس أهداف مقابل لشيء كان في 2013 مع السير أليكس فاركسون فإحنا متكلم في ثلاث مدربين كانوا موجودين بعد فاركسون معرفوش حققه نتيجة خمس أهداف وبالتالي سوليسكاير يعني ممكن نعتبره من ريحة السير أليكس فاركسون وبالتالي عارف يصنع الفارق عارف يتعامل مع اللعيبة نفسيا عارف يتعامل مع اللعيبة معنويا وبالتالي لعبة كرة القدم قبل ما تنفذ للمدير الفني اللي هو عايزه واللي هو بيطلبه داخل الملعب لازم اللعيبة تكون مقتنعة في شخصية المدير الفني مش لازم يكون نجم مش لازم يكون عالم مش لازم يكون ظاهرة زي بيب جورديولا لا على الأقل لازم يكون مقنع للعيبة نفسيا ومعنويا طريق كلامه توظيفه للعيبة عملية الريتيشن وتثبيت التشكيل كل ده مهم جدا جدا في طريقة المدير الفني والتعامل بيها مع لعبته لكن طبعا بما ان احنا متكلم على عياد الكريسمس والبوكسنج داي كل فريق او كل لعبي كرة القدم كانوا بيحتفلوا عن طريق الفيديوهات وعن طريق الصور سواء على سوشل ميديا على الفيسبوك على انستجرام على تويتر على كل المواقع التواصل الاجتماعي كان فيه ميسجس من لعبي كرة القدم لكن ريال مديريد كالعادة بيكون ليه شكل مختلف فيه انه بيعيد على جمهور ريال مديريد وعلى جمهور كرة القدم بشكل عام تعالوا نشوف كارت المعيدة من فريق ريال مديريد لجمهور كرة القدم ونرجع بيجري بسرعة ما حضراتكم هنروح لموضوعين مهمين جدا اول موضوع هو محمود حسن ترزيجي اللي بنبارك له بنقول له الف مليون مبروك ان شاء الله زفافه اليوم او حاليا بيقام زفافه فبنبارك له بنقول له الف مليون مبروك ربنا ان شاء الله يهنيك وسعيدك في حياتك وتعمل اللي انت بتتمناه في حياتك القروية انا بتكلم في قصة عشان بس ايه يعني الكلام في موضوع ترزيجي كتير قدام حضراتكم ده مقالك ده في روسيا في تركيا اسف ويب سايت تركي عمل بعض الاحصائيات لاحسن استحواز او احسن مراوغات في الدوريات الاوروبية الكبرى زي ما حضراتكم شايفين ان ترزيجي بيتفوق على ليونال ماسي بيجي بعديه ايدن هازرد وبيجي معاه كمان اتنين لعيبة بس اتنين لعيبة مش اسامي مش رونالدو مش بوكبا مش رياض محرز مش محمد صلاح فاحنا متكلم على لاعب ان عدد المراوغات النكحة خلال الفترة الحالية او خلال الدور الاول واحد وخمسين مرة عدى بمروغات نكحة ماسي خمسة وستين فاحنا متكلم على تالت لاعب في العالم عنده مراوغات نكحة وبالتالي محمود حسن ترزيجين من افضل اللعيبة اللي موجودة ممكن نصنفه يعني لو مش هنسويه بمحمد صلاح فهو تاني افضل لاعب في مصر سواء في المحترفين او سواء في المحليين لكن محمود حسن ترزيجيو دي من مصادر مقاربة جدا 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 من اللاعب ان اللاعب طلق بعض العروض من الاندية الخالجية لكن المشكلة مش في العروض ولا المشكلة في الفلوس ترزيجيو كان من شهرين كان عنده شرط جزائي في عقده بخمسة مليون دولار في الوقت ده ما جلوش اي عرض لكن حاليا بعد ما ستة شهور عده وبعد ما الشرط الجزائي راح بالتالي ادارة قاسم باشا التركي هي المتحكمة في رحيل او بقاء محمود حسن ترزيجيو محمود حسن ترزيجيو عنده مشكلة مشكلة ايجابية ان المدير الفني الحالي الفريق قاسم باشا قال نصا لرئيس النادي لو محمود حسن ترزيجيو اتشال من الفريق ما تسألنيش عن بطولة او تسألني عن تحقيق مركز ادارة قاسم باشا رئيس نادي لفريق قاسم باشا من الاخر مش محتاج فلوس نادي غني جدا نادي عارف ان هو يحافظ على فريقه المباراة الاخيرة في الدوري التركي بيفوز على فريق بشكتاش اربعة واحد اقوى خط هجوم في الدوري التركي حاليا في المركز التاني للدوري التركي وبالتالي بنسبة 70-80% بتكلم حاليا على الوضع الحالي ترزيجيو باقي في الدوري التركي ومش هيمشي ترزيجيو هيمشي في الصيف بعد مفاريق قاسم باشا يحقق اللي هو عايزه يحقق اللي هو عايزه ببطولة او انه يشارك فيه بنتكلم في تصفيات دوري ابطال اوروبا او في تصفيات الاليوروبالي ده اللي من الاخر بيحصل في قصة او موضوع ترزيجيو لكن وصله عروض وصله عروض ب7 و 8 مليون دولار وصله بعشرة مليون دولار وصله ب15 مليون دولار لكن رئيس النادي والمدير الفني لفريق قاسم باشا رافض تماما ان اللاعب يرحل ومن هنا هنبدأ ان احنا نفكر ترزيجيو ممكن يعمل ايه بداية من نهاية الموسم الحالي لكن كل حاجة وارد انه تتغير وارد لكن انا بتكلم على الفترة الحالية والكلام ده من مصدر مقرب جدا 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 من محمود حسن ترزيجيو ده على مسؤوليتي الشخصية لحد الوقت الحالي ترزيجيو هياخد اجازة خمس ايام بعدها هيعود الى القاهرة يومين وهيسافر تركيا الجمعة مش اللي جاية الجمعة اللي بعدها ان شاء الله على طول هيكون في تركيا علشان يستعد مع فريقه للمباريات القادمة سريعا علشان مخاطر الوقت بيجري مننا هنتكلم على الكاف الجايزة اللي هيتم اختيار فيها احسن لعب في افريقيا وافضل مدير فني وافضل منتخب وكمان افضل مدرب هتكون يوم تمانية يناير في السنغال وكمان هيكون فيها بعض الاختيارات اللي هنشع لحضراتكم سريعا ازاي بتم اختيار جايزة افضل لاعب او ازاي بتم اختيار الجواز بشكل عام طبعا احنا بنتكلم في الجواز اللي هتكون موجودة هي أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل لاعب شاب وأفضل مدرب فريق رجال وأفضل مدرب فريق سيدات وأفضل منتخب رجال وأفضل منتخب سيدات وأفضل هدف وتشكيلة العام والجائزة البلاتينية وجايزة لأفضل رئيس التحدي طيب إيه بقى اللي بيحصل في الجائزة؟ إيه المعايير اللي بيتم الاختيار بيها وبنطلع منها بالأفضل في كل الجوائز اللي أنا قلت لحضراتكم عليها مبدئياً اللي بيشاركوا في الاختيارات كالتالي هقول لحضراتكم بالترتيب وهما دول اللي لهم حق الاختيار سواء أفضل لاعب أو أفضل مدير فني أو أفضل الجوائز اللي موجودة مع حضراتكم هبدأ معاكم بدي جائزة دي مبدئياً التلات منتخبات اللي هيتم اختيار واحد منهم لأفضل منتخب منتخب مدغشكر ومنتخب موريتانيا ومنتخب أغاندا ده بالنسبة لأفضل منتخب أفريقي هنروح بعد كده لأفضل مدرب طبعاً أليو سيسي المدير الفني للمنتخب السنغالي وهيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي وأخيراً معين شعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي نروح لأفضل ناشئ أشرف حكيمي المغربي لاعب روسيا دورتموند وفرانكي سي لاعب إسي ميلان النيجيري وأيضاً النيجيري وولفرد انديدي اللي بيلعب في ليستر سيتي دول هيتم اختيار أفضل لاعب صاعد منه وطبعاً قدام حضرتكم عشر لعيبة هيتم اختيار منهم أفضل لاعب في أفريقيا أبرز الأسامي طبعاً محمد طلح نجمينة المصري لاعب ليفر بول وليد سليمان لاعب النادي الأهلي ساديو ماني رياض محرز أوب ميانج أليكس أيوبي وأونانا لاعب آيكس وأنيس البادري لاعب الترجي ومهدي بن عطية لاعب اليوفنتوس وبكده يكون جمعنا لحضراتكم أهم الجوائز اللي هيتم الإعلان عنها إن شاء الله يوم 8 يناير في العاصمة السنغالية دكار يوم 8 يناير إن شاء الله طيب نقول بقى مين هم اللي ليهم الحق في التصويت في الجايزة أولاً اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ثانياً مجموعة من خبراء الإعلام ثالثاً الفرق المتأهلة لربع نهاء دوري أبطال أفريقيا 2018 والفرق المتأهلة لربع نهاء كاسة الكونفدرالية الأفريقية 2018 وأخيراً مدربه وكبات المنتخبات الأفريقية بنتكلم فيه 1 2 3 4 5 5 جهات هم اللي ليهم حق التصويت فيه الأفضل فيه 2018 أفريقيا طبعاً هو قريب من جايزة دابست وقريب من البالوندور وهي معايير واحدة لكن بنتكلم في جايزة دابست اللي خاضي على الفيفا بنتكلم على جايزة الكاف أن هم دول الأقرب في العدل لكن البالوندور بعد الانتقادات اللازعة اللي احنا شفناها أنا ما اعتقدش أن هم ممكن يستمروا في نفس عملية التصويت للموسم القادم لكن زي ما أنا قلت لحضراتكم دول الخمس معايير اللي بيتم الاختيار منهم وان شاء الله أكيد ربنا يوفق نجمينا المصري محمد صلاح علشان يحصل على اللقب التاني ليه على التوالي كأفضل لاعب أفريقي أكيد فخر ما بعده فخر أيضا وجود وليد سليمان من ضمن أفضل عشر لعيبة احنا كأهلوية وكمصريين دخول وليد سليمان ضمن أفضل عشر لعيبة هو بالنسبة لنا خلاص بقى مصنف واحد من الكبار اللي بتفوق على نجوم كتيرة جدا في أفريقيا عمل مجهود طيب مجهود رائع خلال الموسم الحالي والموسم الماضي مع النادي الأهلي يستحق عليه وجوده مع العشر الكبار أحسن عشر لعيبة في أفريقيا فخر ما بعده فخر وبالتالي إن شاء الله كمان نتمنى أن محمد صلاح كمان يعني بيفوزه السنادي ببطولة الدورية الإنجليزي إن شاء الله يتحقق ويكون أول مصري في تاريخ الدورية الإنجليزي يحصل على البطولة طيب إحنا خلاص وقتنا بيجري لكن طبعا برشلونة وكلبنا عن برشلونة كلبنا عن ريال وقلنا ريال بيعيل على جمهور كرة القدم لكن برشلونة وأكاديمية لمسية هي هتكون حديث العالم على طول طول الوقت أكاديمية لمسية محدش بيختلف عليها لكن كلنا عارفين الأسطورة راحل كرويف كرويف من الناس اللي سهمت في لمسية بشكل كبير وبالتالي حتى بعد رحيله الدي ايه أو الجينات اللي موجودة في كرويف لسه لحد الوقت موجودة في أكاديمية لمسية وبنكلف أكاديمية لمسية الأكاديمية الخاصة ببرشلونة اللي بتطلع كل النجوم اللي حضراتكم شايفينها ميسي وتشافي وإنيستا وجوردي قلبة حتى في ناس كتير جدا برا برشلونة بتلعب في عندي أخرى هم خريجي أكاديمية لمسية تعالوا نشوف إزاي الولاد الصغيرة لسه جينات كرويف موجودة فيهم وإزاي دول كمان عشر اتناشر سنة هيقدروا أن هم يمتعون في الوقت اللي كلنا قلنا فيه في الكلاسيكو الأخير كلاسيكو من غير ميسي ورنالدو يكون كلاسيكو ممل كلنا قلنا لأ الكلاسيكو يبقى كلاسيكو وبرشلونة تبقى برشلونة وريال يبقى هوريال مريدية تعالوا نشوف أكاديمية لمسية والإمتاع ونرجع نكمل مع حضرتكم أو نرجع نختم لأولسا معنا شوية وقت طيب ده أكاديمية لمسية وديه الجينات الكروية اللي موجودة من كرويف الراحل العظيم الكبير اللي أنا شايفه أنه إعلاميا الظلم وأنه واحد من اللعيبة الكبار جدا 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 اللي كانوا موجودين في برشلونة أو مع منتخب هولندا لكن لسه معنا شوية وقت تعالوا نقول بعض الإحصائيات اللي موجودة بعد نهاية جولة من البوكسنج دي في الدوري الإنجليسي منشستل سيتي بيخسر آخر اللقائين ليه في الدوري علشان يصبح في المركز التالت وطبط الهم يتفوق عليه خسر من كريستل فالس 3-2 وأيضا خسر من لسل سيتي 2-1 النهاردة رونالدو في الدوري الإيطالي كان موجود على مقاعد البودلاء وده بسبب أنه المدير الفني أليجري كان طالب أو كان شايف أنه هو ده الوقت اللي لازم يريح فيه رونالدو علشان ماتشاط قوية جاية في الدوري الإيطالي علشان كمان دوري الأبطال علشان حاجات كتيرة جدا جدا هو بيفكر صح لكن للأسف لعبي إيفنتس استهتروا بالمباراة وكانوا متأخرين بهدفين مقابل هدف علشان رونالدو يكون التغيير المنقذ لنادي إيفنتس وينجح في إحراز هدف التعادل ويوفنتس ينجح فيه أنه يحصل على نقطة غالية جدا أنا شايف أن يوفنتس لسه بدري علشان خاطر يبدأ يريح نجومه لسه بدري علشان يبدأ يفكر في أنه حسم الدوري الإيطالي ما فيش شك أنه هو أي مدير فني لازم يفكر فيه أنه يفرق عن الفريق المنافس ليه بفرق نقاط كبيرة جدا علشان يحقق الحلم اللي بقاله كتير جدا 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 ما حققوش نادي إيفنتس والفوز بدورية الأبطال لكن رونالدو بعد إحرازه هدف اليوم بيسجل 12 هدف الدورية الإيطالي وبيصنع خمس أهدف أما صنع اللاعب الكوري الجنوبي اللاعب تاتنهام فيه آخر تسع مباريات بالدورية الإنجليزي بيسجل ست أهداف وبيصنع ثلاث أهداف وأيضا كان فيه تصنيف لأفضل الأندية الأوروبية في عام 2018 ده بحسب الاتحاد الأوروبي واللي موجود على موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي في المركز الأول ريال مدريد أكيد طبعا بعد الثلاثة دوري الأبطال ثلاثة كاس عالم الأندية طبيعي جدا أنه هيكون موجود في المركز الأول يلينا دي بورن ميونيخ في المركز الثاني وباشلونة في المركز الثالث أتلاكو مدريد في المركز الرابع يوفنتوس في المركز الخامس وبريسان جرمان في المركز السادس ومنشستا سيدي في المركز السابع وأشبيلية في المركز الثامن وبورتو في المركز التاسع وأرسنل في المركز العاشر ميلا والدورية الإيطالي وخسارة جديدة لجاتوسو في آخر دقايق المباراة وبالتالي في آخر خمس مبارايات لميلا بيخسر يعني بنتكلم أنه تورينو بيتعادل مع صفر صفر وبيخسر من أولمبياكوس تلاتة واحد وبولونيا صفر صفر أما محمد صلاح الاجبتشان كينج بينجح فيه أنه يلعب 19 مباراة بيسجل 12 وبيصنع 6 هداف ليفر بول هو أفضل دفاع في تاريخ الدورية الإنجليزي بعد نهاية الدور الأول استقبل 7 هداف في 19 مباراة منتكلم كمان أنه 12 كلينشيت أو 12 مباراة بدون تلقي أي هداف من 19 مباراة ليفر بول لم يخسر في آخر 30 مباراة في ملعب الأنفلد في الدورية الإنجليزي أرقام وإحصايات مع يوجين كلاب إحنا كلنا مبسوطين وصعداء باللي بيقدموا ليفر بول واللي بيقدموا محمد صلاح من تقلق كله قال أنه هو لاعب الموسم الواحد أو اللي هو وان سيزن واندر رد على كل الناس وسكت كل المشككين وبيكمل في مسيرته مع فديل ليفر بول كلنا نتمنى للتوفيق محمد صلاح لاعب استحق مننا الاحترام والتقدير وهو ظاهرة هو لاعب ممكن ما يكونش لاعب نهاري عالي لكن أكتر حاجة ما يز محمد صلاح هو العقلية الاحترافية اللي فعلا قدر أنه يكاسبها في رحلته الاحترافية بداية من بازل ومرورا بفورنتينا وتشيلسي وروما وأخيرا بليفر بول وصلنا مع حضراتكم لنهاية فقرة الكرة العالمية وأيضا حلقة الأهل الليلة نشوفكم إن شاء الله بكرة على ألف مليون خير تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة